محمد شناوي إن شاء الله بإذن الله يبدأ من مباراة مزينبي على الأقل حتى لو عدكة يرجع يعني مع الفرقة وارد نولعب بعد كده مع النادي الأهلي لأ أحسألك سؤالين خليوا سؤالين ها السؤال الأول السؤال الأول الشناوي رجع بالمناسبة مصطفى شبير واحد من أفضل لعيب دور أبطال أفريقيا بشكل عام الموسم ده هو أفضل حارس بالأرقام يعني في دور أبطال أفريقيا يرجع الشناوي يلعب نهائي دور أبطال أفريقيا إن شاء الله لو الأهلي صعد ولا مصطفى شبير يكمل النهاية أنا شايف بالتوقيت ده لا هكمل بمصطفى لسببين السبب الأولاني إن أنا ما غمرش بالشناوي إن اللي قدر الله أستعجل فيترجع له إصابة مرة تانية الحاجة التانية مش بعد المرسون الكبير اللي خاده مصطفى شبير عشان يوصل النادي الأهلي المبرارة النهائية بعد كل المرسون ده إن أنا ملعبوش ودي له حقه إنه يكون موجود في المبرارة النهائية برعاية محمد الشناوي ده السؤال الأول السؤال التاني لو محمد الشناوي رجع في الأهلي ولعب أساسي في الفترة قليلة ديت اللي جاية دي أنت كمدرب حراس للمنتخب تطلب إنه الاثنين موجودين في المنتخب أو لو واحد منهم بس أخذ الاثنين أخذ الاثنين أه طبعا لأن دي في فترات كبيرة جدا كابتن حسن شحاتة وكابتن أحمد سليمان كانوا بيضم عبدالواحد السيد وعبدالمنصف للمنتخب والاثنين كانوا حراسنا للزمالك كان فيهم واحد بيلعب واحد مبلعبش طالما أنا كمدرب مقتنع بقدرات وإمكانيات الحارس لا أنا غامر بي ولعبي وكان لسه رجل في الملعب قريب يعني وديك مثال بسيط جدا يعني عشان الناس ما تقولش أسابة بيتكلم دلوقتي نظر يعني عشان دلوقتي هو قاعد في التكييف لا إحنا نتكلم في موقف حصل في ملعب أما خدت قرار على عب محمد صبحي في بطولة أم أفريقيا 2019 كان عمر صلاح بيلعب حارس مرمن الزمالك وقتها وهو اللي بيلعب وكان عمر رضوان بيلعب في نادي تقريبا كان طلاق الجيش تقريبا أو أحدث الأندية وكانوا بيلعبه بصفة أساسية فإنما في الأول في الآخر أنا خدت قرار وكان محمود جاد كمان بيلعب مع نادي أمبي إنما خدت قرار بصفتي لإني كنت شايف فيه المواصفات في التوئيد ده اللي هو الأنسب وأنسب حد أن يلعب معايا بطولة أفريقيا عظيم